موسيقى القصة الحقيقية للمتخر لانقاذ العالم تبدأ قصته في دولة بن العباس وضعت السلطة العباسية منزل ابيه تحت المراقبة وترقبوا ولادته لتصفيته جسديا فولادته كانت تعني حسب النبوءة زوال ملكهم ولد الامام المهدي عام 255 للهجرة في ظروف غامضة شبهت بولادة نبي الله موسى بن امران وحرصا على حياته اخفى اباه امر ولادته الا عن الخاصة المكربين من اصحابه واعلن لهم انه الامام من بعده ظهر الامام المهدي للعلن اول مرة عند تقدمه للصلاة على جنازة ابيه وله من العمر خمس سنوات ليسجل بذلك وجوده امام الناس واما الجميع بصلاة الجنازة ليعلن للناس انه الامام من بعد والده والوريث الشرعي الوحيد له بعد كشف امره لحقته السلطة الحاكمة واصبح اغتياله من اولوياتها حفاظا على حياته توارى الامام عن الانظار في سنة من سنن انبياء الله العظام تسمى بالغيبة ليبتدأ عام مئتين وستين للهجرة اولى مراحل غيبته وهي الغيبة الصغرى امتدت فترة الغيبة الصغرى قرابة السبعين عاما مارس الامام خلالها مهام الامامة وباشر امور المجتمع واتصل بالناس عبر اشخاص عينهم بنفسه يعرفون بالسفراء الاربعة توفي السفير الرابع عام ثلاثمائة وتسعة وعشرين للهجرة وقبل وفاته خرج توقيع مقدس من الامام المهدي عليه السلام قال فيه يا علي بن محمد السماري اسمع اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وما بين ستة ايام فاجمع امرك ولا توصي الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره لقد اعلن الامام المهدي انتهاء السفارة ودخوله مرحلة جديدة من حياته هي الغيبة الكبرى لحكمة لا تظهر الا بعد انتهاء الغيبة ولا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل وفي سنة من نبي الله نوح الذي عمر لأكثر من الف سنة مد الله في عمر الامام المهدي حتى يومنا هذا ليبلغ الفا ومائة وستة وثمانين عاما في حال غيبته يمارس الامام المهدي باسليب خفية غير ظاهرة مهام الامامة وعلى رأسها حفظ الدين والكيان الشيعي والاسلامي وهذا ما صرح عنه عجل الله فرجه للشيخ المفيد فتح الامام المهدي خطا جديدا لتأمين الجوانب الفقهية للشيعة فامرهم بالرجوع في المسائل الفقهية والحوادث الواقعة الى العلماء من رواة احاديث اهل البيت عليهم السلام واوصاهم بالالتزام باحكام الدين والورع والتقوى يحتمل انه ليس للامام المهدي مستقر وموطن ثابت فهو في تنقل مستمر المكان المؤكد حضوره فيه سنويا هو مكة حيث يشهد موسم الحج ويحضر بين الناس دون ان يتعرفوا على هويته تماما كنبي الله يوسف الذي ظل لسنوات طويلة حاضرا بين الناس دون ان يتعرفوا على هويته ظهوره سيكون بغتة في الوقت الذي يراه الله الاصلح لذلك وحتى ذلك الوقت على المؤمنين ان يكونوا في حالة الاستعداد وعلى اتم الجهوزية للظهور المقدس ستكون غربلة قبل الظهور غربلة صعبة جدا سيسقط فيها الكثير ولن يبقى الا الانقياء الخلص لذلك على المؤمنين في عصر الغيبة الالحاح بالدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بعد ظهوره سيقلب الامام المهدي موازين العالم باسره سيخوض المعارك من اجل تطهير الارض من رؤوس الكفر والظلم والاستقبار وسيقوم ببناء دولة العدل الالهي التي اقل ما قيل عنها انها ستكون كجنة ادم تقول النبوء ان الامام المهدي سيقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلين بامامته وهذا احد اسباب تسميته بالقائم اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من انصاره واعوانه ومقوي سلطانه اشتركوا في القناة